هذا مقال كتبته قبل سنوات بعنوان مطالب ومواقف علماء المغرب لمواجهة الزحف العلماني وهو مقال تناولت فيه مطالب العلماء رابطة علماء المغرب خلال فترة رئاسة الشيخ عبدالله قنون وهي عشر مؤتمرات لهذه الرابطة في كل مؤتمر كان هؤلاء العلماء يقدمون مطالب للدفاع عن الشرع والدفاع عن أحكام الإسلامي إذن سأقرأ عليكم هذا المقال المعنون كما قلت بمطالب ومواقف علماء المغرب لمواجهة الزحف العلماني حرس المحتل الصليبي العلماني منذ بداية تدخله في شؤون المغرب على إلغاء الشريعة الإسلامية من سحة الحكم وتزيف الحقائق وخلخلة المفاهيم وقطع الوشيجة التي تربط بين الحكام والعلماء وباقي أفراد الشعب ولم يغادر جنوده أرض بلدنا حتى طمأن ساستهم على ضمان استمرار مصالحهم السياسية والاقتصادية والثقافية وبعد رحيل المحتل أخذ الراية بعد وجيل من المستغربين ربهم الاحتلال على عينه لم يبذلوا أي جهد في إعادة هذا البلد إلى أصوله وثوابته بل على العكس من ذلك استمروا في إقرار القوانين الغربية بدل الشريعة الإسلامية وعملوا بعد تمكنهم من مراكز السيادة والقرار على جر بلدنا إلى الانخراط في سلك القيم الغربية والنظم العلمانية حتى صار مستنسخوء الفكر من بني جلدتنا يعتبرون شرائع الإسلام مخالفة للعقل والمنطق لكن هذا الفكر كان محصورا في الفئة التي يدعمها الاحتلال ويحميها وقد أنكر العلماء بحكم واجبهم الشرعي والوطني هذا الوضع وشنعوا على أصحاب هذا الفكر ومن هذا القبيل ما كانت تقدم به رابطة علماء المغرب منذ سأسيسها سنة 1960 على يد العلامة عبدالله قنون رحمه الله من مطالب شرعية ترمي إلى إصلاح الوضع السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي والقيمي ونخرج هذه المطالب من توصيات عشر مؤتمراتها الأولى من 1960 إلى 1987 كما في كتاب مواقف وآراء رابطة العلماء من التأسيس 1960 إلى المؤتمر العاشر 1987 وهي مطالب تتكرر غالبها في المؤتمرات العشر وذلك لوحدة هذه المطالب المبيئة المبنية على أحكام شرع الله وأهمها معاردة كل مادة في الدستور والتشريع تخالف الروح الإسلامية نصا وانفهوما والسعي لجعل القضاء أو التشريع في المغرب خاضعين ومستمدين من القواعد والأصول الإسلامية تجديد القيم الإسلامية بإحياء السنة وإماتة البدعة ومحاربة اللادينية والإلحاد والزندقة والانحلال الخلقي والاجتماعي سن عقوبات زجرية وفق التشريع الإسلامي لكل مسلم صبأ عن دين الإسلام أو انتهك حرماته والقيام بالحمالات لمواجهة التنصير والتشيع وكل المذاهب الفاسدة والهدامة إسناد الوظائف والمسؤوليات للأكفاء والمؤهلين ممن لهم غيرة على الدين والوطن فرض رقابة صارمة على برامج الإذاعة والتلفزة وحدف ما يخدش الحياء والكرامة منها عدم السماح بإقامة الحفلات الفولكلورية في الحفلات الرسمية للدولة جلبا للسياح على حساب أعراض المواطنين بتقديم الخمور فيها ورقص النساء منع فضاعة التجاهر بتناول الخمور وبيعها وإلغاء مكسبها وتطهير الاقتصاد المغربي من المتاجرة فيها ومنح رخص محلات شربها وبيعها ورخص إيرادها وتصديرها إحداث هيئة عليا تخول حق مراقبة المظاهر المؤلمة التي تخالف تعاليم الإسلام كالاختلاط في المسابح والحفلات الراقصة وتبرج النساء وإبداءهن مفاتينهن في الشوارع والمنتديات العامة إحداث شرطة لحراسة الأخلاق وحماية الآداب الإسلامية يستنكر المؤتمرون إقامة الحفلات على النحو الذي نراه عليه اليوم لما فيه من انتهاك لحرمة الدين والتحدي لشعور المسلمين وتبذير أموال الأمة فيما يعود على كيانها بالخراب يستنكر المؤتمر استخدام المسلمات في المقاهي والفنادق والحمامات لاستجلاب الزبناء والترفيه على السياح يستنكر المؤتمر شيوع الزنا والانحلال الخلقي ويطالب بوضع حد لذلك بشميع الوسائل الممكنة كما يندد بأولئك الذين يطاردون النساء في الشوارع يستنكر المؤتمر انتشار مراكز القمار وموائده والتسهيلات الممنوحة لأصحابها وتبني الدولة لفكرة إقامتها استجلابا للسياح المقامرين ويطالب الدولة بمنع ذلك منعا كليا يستنكر المؤتمر استنكارا كليا الحالة المخجلة التي عليها الشواطئ المغربية وضع حد للتبرج والاستهتار وإلزام النساء والفتيات بعدم ارتداء الملابس الفاضحة التي يستنكر والشرع الإسلامي القضاء على الرشوة ووسائلها وصن قانون صارم للحد من تفاحش هذا الداء الوبيل وإحياء نظام الحسبة السعي لحماية التعليم الإسلامي والعربي في جميع مراحله والاعتناء بالناحية الأخلاقية والدينية في المدارس حتى نضمن تكوين التلميذ الصالح النافع التفريق بين الجنسين في المدارس والإدارات وإلزام الموظفات المسلمات بزي محتشم تجنبا للإثارة ومحافظة على الكرامة حماية الأخلاق العامة في الصحافة الوطنية بعدم نشر الصور المكشوفة والقصص الفاجرة والترويج لمظاهر الانحراف والدعاية لمثل هذه المظاهر وجوب فضح الصحافة الموجهة التي تحاول إخفاء الحقيقة وتعطي تفسيرات وتقييمات لا تعكس في شيء من هويتنا ورؤيتنا باعتبارنا شعبا مسلما متمسكا بعقيدته المطالبة بتطبيق قانون التعريب الإدارة المغربية وتعريب التعليم إلغاء جميع المعاملات الربوية بكافة أنواعها المتمثلة في المعاملات البنكية واقتراضات الموظفين والمعاملات الحرة تمكين العلماء من القيام بواجبهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منع تحديد النسل وعملية الإجهاد وترك قضيتهم خاضعتين لحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون الحرية التي تطالب بها المرأة غير مناقضة لتعاليم الإسلام وتشريعاته السامية مصادرة المؤلفات الداعية إلى الإلحاد سواء في ذلك ما ألف في الداخل أو ما تم استيراده من الخارج وكذل المجلات والنشرات والأشريطة السينمائية منع زراعة الحشيش وتداوله والضرب على أيدي مروجه هذه بالعموم أهم مطالب العلماء في مؤتمرات رابطة علماء المغاربة في مؤتمراتها العشر الأولى كما قلنا من سنة 1960 سنة تأسيسها إلى سنة 1987 بعد ذلك كانت توفي مؤسسها العلامة عبدالله قنون رحمه الله ثم استمرت بعد ذلك وستمرت مطالب العلماء دائما لأن كما قلنا هي دائما نفس المطالب ولا تتغير ثم ختمت المقالة بقولي إن الناظر إلى هذه المطالب التي تكرر أغلبها على مدار 28 سنة عمر الرابطة زمنت أمانة العلامة عبدالله قنون يجد أن نفس المطالب التي لا زال أهل العلم والغيرة على الدين والقيم والأخلاق في المغرب ينادون بها ويرفعونها في وجه التغريب والعلمنة التي يتعرض لها المغرب على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي والقيمي فليست مطالب الإصلاحي وافدة من الشرق أو مستوردة من خارج منظومتنا القيمية أو مخالفة لثوابتنا كما يدعي العلمانيون بل المطالب التي نادى بها العلماء بالأمس هي نفسها التي ينادي بها العلماء والغيرون اليوم ثم إن هذه المطالب لا تتقادم ولا تتغير ولا تتبدل لأنها مستمدة من الوحي من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خاتمة المقال وكما ترون فإن ما طالب به العلماء لأجل ما استحدته التغريب والعلمنة للأسف نحن الآن ما استحدته التغريب والعلمنة بل حتى الألحادة يعني محاولة إلحادة المجتمعات الإسلامية هو أشد وأنكى فالمطالب ينبغي أن يرفع سقفها لا أن يسكت العلماء لا أن يستحي الأهل الغيرة والدين على المطالبة بحماية أحكام الدين وحماية الدين الإسلامي دمتم في رعاية الله وحفظه مشاهدوا قناة رحلة تيفي وإلى فيديو آخر بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر